أقد اجتماع مهم جداً بين تحالف سائرون وتحالف الفتح سائرون ولكن باتجاه إيران هذه المرة عبر طريق عبدته ميليشيا الحجد وهندسته الأذرع الإيرانية الضاربة حتى الجذور في عراق ما بعد الغزو الأمريكي صهر الأصوات المدنية المنظوية تحت تحالف سائرون ببوتقة تحالف الفتح لتصب في صالح طهران ونفوذها كان العنوان الأبرز والأوضح للحلف الجديد بين مقتدى الصدر وزعيم ميليشيا بدر هادي العامري وخصوصاً أن هذا الحلف تم بمباركة وترتيب من قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بحسب ما كشفت عنه صحيفة الأخبار اللبنانية التي رأت أن إيران أرادت من خلال إنجاح هذا التحالف توجيه رسالة لخصومها مفادها أن لا يد تعلو يدها في اللعبة السياسية بالعراق كما أوضحت الصحيفة أن توجهاً إيرانياً مفاجئاً بضرورة استيعاب انتصار الصدر أدى إلى إعلان هذا التحالف بعدما جرى في الأروقة السياسية من حديث عن نية طهران تقويض انتصار الصدر وتشكيل الكتلة الأكبر من دونه وهو ما لمح إليه الصدر بإعلانه استعداده للانتقال إلى صفوف المعارضة في حال تشكيل أغلبية نيابية من دونه تنبثق منها حكومة برعاية إقليمية وأمام هذا الواقع السياسي الجديد تتبدد أحلام الكثير ممن علقوا آمالهم على تكتل مدني ينهي سلطة حزب الدعوة حيث يرى مراقبون أن هذا التحالف يعني فشل المشروع السياسي العابر للطوائف الذي اعتمده الصدر في برنامجه الانتخابي كما أن هذه الخطوة تبين للعراقيين أن أي محاولة لإصلاح الأوضاع في بلادهم لن يكتب لها النجاح في ظل وجود الطبقة السياسية الحالية المتمسكة بطائفيتها العجلة السياسية في العراق مهما تغير شكلها لا طريق لها إلا نحو إيران القادرة على تطويع كل تيار بما يخدم مصالحها وربما هذا ما يفسر المقاطعة الشعبية الواسعة لانتخابات لا تثمر عن نتيجة سوى إبقاء العراق بين المطرقة الإيرانية والسندان الأمريكي ترجمة نانسي قنقر